موسيقى الجمعة سبع ايار 2021 مشاهدين الكرام اهلا بكم الى حلقة جديدة من السياسة اليوم ضيفي في استوديو هو دكتور عبد الرحمن البزري رئيس لجنة الوطنية للوقاحات كورونا والاخصائي في الامراض الجلطمية السارية والمعضية اهلا وسهلا فيك دكتور ورمضان كريم معد عليك يا رب على المشاهدين كلهم ان شاء الله واسئلة كثيرة مطروحة حول اليوم المتحور الهندي فعالية لقاح تجاه هذا المتحور خصوصا وانه في قلق كبير حول هذا المتحور الجديد وقديش في اليوم يعني هو سبب انفجار الوضع بهذا الشكل المأساوي بالهند ودي فينا نقول انه ما يجري يخص الهند واحدة ولن نتأثر به نحنا كدول بعيدة نسبيا بالوقت اللي كمان اسئلة كثيرة مطروحة حول الاجراءات حول موضوع اللقاحات ولكن خليني اسألك كرئيس لجنة وطنية لقاحات كورونا راضي عن يعني اذا بدك كل ما يرافق عمليات اللقاح اليوم في لبنان بالوقت اللي يعني يمكن بلشنا هيك بنظام وبطريقة دقيقة اليوم واضح انه فيه نوع من فوضى اذا بدك عند من اللي عم ياخدوا اللقاحات وما بقى فيه كتير احترام للفئة العمرية لهذا الاطار اول شي تحياتنا لقلكم جميعا اللي بده اقوله انه ما في شك انه حملة اللقاحات اللي انطلقت كانت حملة ضرورية ولبنان اساسا بدنا نقول لكل اللبنانيين بغض النظر انه ما في شك انه ولهلأ قدام البشرية ما في الا خيار واحد هو خيار اللقاحات بغض النظر عن يعني كأي شي برافق اللقاحات بالعالم بصلت تأخرت بتعمل اختلاطات ما بتعمل اختلاطات هلأ كلها من ناقش وكلها من ناقش فيها لا بقى كيت بتأمن حماية بتأمن حماية بس ما في شي اسمه حماية بي بالمية يعني انت بتعرفين احنا اليوم بشهر فضيل غير رب العالمين ما حدا مية بالمية كل شي فيه 80 بالمية 90 بالمية 75 بالمية خمسة وتسعين بالمية وهيدي شغلات نسبية لكن واضح جدا انه البشرية ما عنده خيار هلأ غير اللقاحات لانه اذا بدنا نترك الكوفيد-19 او الكورونا تتفشى وتاخد راحتها يعني لنوصل لمناعات مجتمعية وهلأ اليوم تخلينا على نظريته او بدأنا نتخلي يعني كان هذه شغل جديد بعد ما انطرحت بالعلن بدأنا تتخلي عن نظرية المناعة المجتمعية شوي يعني بمعنى كان بالاول فيه هدف عند الناس كلها انه نوصل نسب تمنعية عالية 80 و90 بالمية وكذا اليوم مع الوقت عم نكتشف انه الفيروس متحرك وديناميكي نحن متحركين وديناميكيين وهلأ بعطيك السيناريو الهندي يعني متحرك وديناميكي ونحن متحركين وديناميكيين لدرجة انه يمكن هدفها قصة التسعين بالمية مناعة او الخمسة وتمانين بالمية مناعة يعني اللي ان شاء الله منوصلها او يكون عندنا قسين ضدية وعندنا المثل البريطاني اللي نجح نسبيا اطعوا الخمسين والتلاتة وخمسين بالمية فتحوا لبلاد لكن فتحه بمثلا بحزر يعني بريطانيا بتلاقي كل المطعم صارت بالطرقات بطلت جوة يعني سمحوا لكل واحد عنده متعم يبسط بالطريق كل واحد عنده محل يبيع بالطريق يعني في الهواء الطلق يعني في الهواء الطلق بالساحات لذلك ما في الشك انه هيده مهمي لكن اليوم بنعمل من قال انه ربما هذا الفيروس فيش انه هنوصل لما حالة 90-95 بالمئة ومنعضوا بنرتاح لا ربما السيناريو التعامل مع هذا الفيروس قد يطول وبالتالي قد يكون هناك لقاحات سنوية او موسمية قد يكون هناك هذي اللقاحات ما فيك ترشعي تعطيها مثلا بلبنان لخمس ملايين واحد مثل ما عم تستهد في هلا او ربع ملايين واحد بدك تكون حريصة مين نزم يخدها مثل الانفلوانزا الانفلوانزا مين يخدها اللي بيشتغلوا بالطب اللي عمره كبير اللي عندون امراض مزمنة يعني بدو يتبلش يصير فئات لأكثر تعظم وبالتالي بدو يتبلش يصير فيه نوع من التعامل مع انه هيدا المرض استوطنة يعني هلأ هو بوباء يعني عم تقول انه هيدا يؤشر الى انه هو قاعد معنا ممكن ممكن بحد يعني يعني هلأ السيناريوهات يعني احنا هلأ بعدنا في سيناريو عز محاربة الوباء بعد شوي بدنا نبلش نفكر هلأ في كتير ناس عم يفكروا كيفية التعايش كيفية التعايش معه كمستوطن يعني او كموسمة او كمعد ما منعرف يعني هادي كلها بتفرجي انه الصراع مع الكورونا مستمر لكن يمكن بحديه اقل بوتيرة اقل بكتر هدوءا بخطر اقل بهدوء لكن من هلأ نوصل له المراحل اللقاح هو السلاح الوحيد المتبقى بين ايدينا ليش لانه خيار اخر غير اللقاح هو العادة بالبيت او التواصل الى دواء هلأ منحكي عنا العادة بالبيت تشفنا انه اجتماعيا ونفسيا وهلأ كنا عم نحكي قبل الحديث تربويا وكل الامور عندها سيئات قد نكتشف انه مع الوقت قد تكون سيئاتها اسوأ من المرض نفسه سلبياتها كبيرة وهذا هي فاذا ما فينا نحمل سلبيات القاعدة بالبيت وما فينا نحمل انه ما نتلقح لذلك رغم كل التحفزات وكل النقاشات وكل الخلافات هناك اللقاحات عم تصير بالعالم متأخرة انتاجها عم بقل اليوم في نقاس تساوسان بالعالم عم يقولوا انه بدون يسقطوا البيت تنسي عن اللقاح يعني وامريكا ماشي فيها انه نحنا اليوم ممنوع شركة تقول هيدا اللقاح انا سويته يعني ما عايش ملقاح فايزر ولقاح موديرنا ولقاح السرزينيكا ما وفي شيء اسمه حصرية ما في حصرية خلص انه هيدولي اسمحوا لكل العالم التكنولوجيا مزبوط خدها سرقة عملها بس عملها بنوعية منيحة لحماية الكرة الارضية لا حتى نحمل الكرة الارضية مثل ما عملنا بالايدس بالزمان يعني فيه ادوية سقطة الحصرية عنا بسهولة مثل ما عملنا بالتيبركولوسيس بالسل يعني لذلك هدي الهلا يعني هلأ فيه نقاش جديد وبعت ادعام ميل يعني حتى اذا بتقري المقالات العلمية او الاقتصادية عم يقولو لك يعني راحة الحصرية وداعا الحصرية بهالموضوع حده فهذا بيفرج انه العالم يعني عم يتعامل بشكل ديرا ميكي مع اللقاحات هلأ فاذا احنا بلبنان قبل ما نتوصل للبنان بفتحت موضوع كتير مهم هو الدواء هلأ في مؤشرات لإمكانية الوصول إلى دواء على أساس ماذا؟ أنه على أساس اليوم في نظرية إذا بدك نحك فيها شوية علمية هو ما يسمى النظرية التي تسهل انتحار الفيروس يعني شو ما معنى؟ يعني بما معنى أنه نحن اليوم نحن نعرف الفيروس كيف يتكاثر بالجسم وهذا التكاثر اللي بيسمح له يخلق بيسموه متحورات أو سلالات هو الفيروس بحاجة لأنه يتكاثر بسرعة نحن نحن نفوت على الخميرة اللي بتسمح له بالتكاثر ومنعمل أتاك على هالخميرة منخلي الفيروس يتكاثر بشكل غير صالحه وبالتالي بيصير الأشكال اللي عم يطلعها غير قابلة للاستمرار لأنه مش مهم الفيروس يعمل طفرة يعني مش المهم الفيروس يعمل طفرة ويعمل نسخة جديدة لأنما النسخة جديدة إذا ما كانت نسخة لائقة قابلة للحياة بالنسبة للفيروس هي تنتهي وينتهي الفيروس معها بالجسم لأنه هناك كثير تحورات بالفيروس فهذه الأدوية تساعد الفيروس على التحور بشكل ليصلي صالحه ويمكن شركة أم أس دي اللي هي شركة أمريكية كبرى اللي هلأ هي بالمراحل الثانية تقريبا من خلصت فيز وان وبلشت فيز توم لتريال يمكن بسبب الأزمة من الهند يصير في اتفاق مع الهند أنه جزء من المساعدة الأمريكية للهند تكون أنه الإسراع بالفيز ثري بقلب الهند نفسها لحتى يتأكدوا بعد ما تأكدت سلامته بالفيز وان على الناس وبداية بداية فعاليته نحنا بالنسبة لأينا شو بهمنا بيصير يعني إذا أنا دغري شكيت أنه عندي هيدا المرض بيصير الحكيم بيصف لي إيه بياخدوا أنا للمرض بأول 48 أو 72 ساعة بيمنعني المرض وياب يبطل يبين المرض ياب يبطل روح على محلات خطيرة بسيدة بياتي فعاليته عند الناس اللي بتعمل عوارد ماذا عن المصابين اللي ما عندهم عوارد ومعرف نحنا بنقول المصاب اللي ما عنده عوارد ما عنده عوارد ما بيعرف ونحنا بنعرف إنه المصاب اللي ما عنده عوارد صحيب ينقل لكن ينقل بحال وبضعف أقل بكتير من الآخرين فإذا التعايش مع الفيروس بده دواء أفضل وبالتالي صار في ممكن خلال أقل من سنة نشوف هذا الدواء بس تعرف دايما بالطب اللي لدينا حطين تحفظ لأنه ما بنعرف وين بتروح الأمور وكيف الفيروس بده يتصرف كمان هذه النقطة النقطة الثانية علينا أن نبلش نفكر بالجيل الجديد من اللقاحات الجيل الجديد من اللقاحات يعني هذه اللقاحات اللي عم تدرس الفيروس قديش عنده قدرة على التحور كيف يتحور وين المحلات اللي بيحب يتحور فيها ليح محاله بتكون اللقاحات مبرمجة على أساسها وين مشاكل اللي عملوها اللقاحات السابقة وين كيف فينا نخفف منها هل يطرى اللقاح اللي بدنا ناخده بشكل موسمي بيحمل نفس العدد من الجرعة يعني نفس الحجم من الجرعة اللي فيها الـ RNA أو الـ viral أو الـ particle الفيروسات أو عدد الفيروسات إذا كان مثلا اللقاح سبوتنك أو أسترازينيكا أو جونسون لذلك التصوراتي أنه اللقاحات الجيل الجديد من اللقاحات أخذ بعين الاعتبار الشغلات وأخذ بعين الاعتبار أنه يكون الدوزز مختلفة فيه والتأثيرات الجانبية أيضا مخففة في نتيجة اللي صورنا عم نتعلم وين بيعمل مشكل وين ما بيعمل مشكل يعني كأنه عم تقول قادرة على احتواء إذا بدك أي تحور جديد في المرحلة على المقدلة أول شيء عم تفكر أبعد للتحورات الجديدة يمكن تستوعبها أكتر وأيضا افضب عن الاعتبار ممكن تكون أسلم بالتعامل معها وبالتالي وشغلة كتير مهمة وممكن تكون أخاف لي لأنه ساعتها بصير ساعة لا تنسي اللقاح الجديد بدي يجي أكيد سيكون أرخص لأنه أول شيء سمن الاستثمار العمل يعني سمن الاختراع والنزل ومئات الملايين من الدوزات اللي انباعت وكذا فلذلك هلأ اللي بده يجي هي صار فيه سمن الانتاج وليس سمن ما يسمى الفكر براقة الاختراع والأبحاث اللي انحطيته وهذا بيصير بمتناول جميع بشكل كمان بيصير بمتناول يعني بتصير الدول توصي عليها من هلأ وكمان حنوقع من أزمة كمان نحن بلبنان إذا ما فكرنا من هلأ اي لبعدين وكيف نوصي على طلبية يعني بالممكن بالمستقبل وغيرها بلاشتوا تطرحوا هيدا المواضيع بلاشتوا كالجني علمية نحن كالجني علمية كله هيدا بوارد بذكرنا المشكلة المشكلة إنه بدنا نشوف مين عم يسمعنا يعني يعني بيبتل في حدا عم يسمعكم هلأ خلاص بلاشوا يسمعوا بلاشوا كانوا عم يسمعوا بعدين اخف السماع لأنك شو قطيعة؟ لأنك خليها نوصل على الملف اللبناني حقيقة بالملف اللبناني ما فيش شك البرنامج التلقي هي عمل إنجاز إنجاز يعني إنجاز خلينا نقولك أول شي أعطى أمل للبنانيين أنه صار في اللقاح واللقاح وصل وهذا ما تستقلي فيها وفي زمن اليوم ما فيه أمل بشي يعني العنام خايفين على كبزيتا العنام خايفين على بلزيناتا خايفين على الكهرباء خايفين على المستقبل كله بشي ما نفوض بكل عمل بالتفصيل وبما فيه مستقبل الصحي كمان لأنه بكرة حتبلش تشوفي يعني انقطاع ببعض الأدوية وإلى آخر هي وهروب أطباء وممردين وبلشنا نشوف للأسف هجرة كبيرة فإذا بها الزمن القاتم هيدا في يعني هون ما فيك تقلني من قيمة الجهود اللي نعملت سواء من قبل وزارة الصحة أو من قبل الليجين اللي شاركت مع الوزارة خاصة الليجين اللي حطت تصور الخطة وإضافة إلى التضامن المجتمع الدولي لحد معين مع لبنان بهالمحنة هاي كل ما أفعل لذلك شو ما نحكى وشو ما رافق يعني هيدا من ملابسات إيجابية أم فيها بعض السلبية ما هي على الطريقة اللبنانية للأسف دايما حتى لو بلشتوا صح ما فينا إلا ما نروح إلا الالتواء لكن ببعدها لا هلأ سواء ما صارت لبنانية بالكامل وبعدها لا هلأ فيها يعني فيها لكن لأنه اللبناني عنده لأنه اللبناني عنده كتير إيجابيات اللبناني عنده كتير إيجابيات اللي إضافة إلى طبيعي الخروقات هلأ نحنا اللي عم نقوله أنه اليوم الخطة ماشي هلأ إن إحنا بتقولي قدي صلنا ملقحين بقولك حوالي 7% تقريبا 7% من نسبة اللبنانيين المتوقعين يعني إن إحنا لأنه كمان إحنا بلد بلد إحصاءات يمكن 7% حقيقة يكونوا عشرة يمكن يكونوا ستة حقيقة أساس نقول 7% 7% بناء على ثلاث إحصاءات الرسمية اللي موجودة بلبنان وبتتراوح واللي اتاخذ تقريبا إنه الإحصاء لميلة الأريح إنه العدد الأكبر من الناس فيها طيب 7% شو بتعطينا نتيجة إيجابية؟ ما بتعطي كتير نتيجة إيجابية لكن هذي 7% ما تنسين إحنا بلد عنا 7% تشجيل باللقاعة هذي الأنبارة يعني هو الزبط ستة فاصلة سبعة يعني نحنا نخص يمكن هالأسبوع بحدود السبعة باللقاعة هالجمعة بيطلعوا أكتر لعن في ثلاث أيام كيفي عطلة ومصر في أخذ وقاحات بعدين هي مثلا هذي أحد ملاحظاتنا نحنا على البرنامج إنه اليوم أنت بالوباء عايبة عطلة أربعة أيام يعني هذي مثلا دقطة ومبلغوا الناس أول شيء هذي عايبة تعطلة أول أربعة أيام إلي أخذ العطلة ما تحمل مسؤوليته بإبلاغ الناس خلى الناس توقف بالصف وشوي تتبهدل يعني للأسف وصير في خطر عدوى بين بعضها وهذي شغلة يعني مؤسفة وهذي نفس الشيء إن شاء الله يكونوا لحظوها لعيد الفطر لأنه كمان إذا مش لاحظينا لعيد الفطر في مشكلة برعيد لحظوها؟ ما بعرف يعني حقيقة يبدو أنه حس الملاحظة منه كتير يعني دقيق عنا يعني هذي لأنه تعرفي كمان نحنا عنا حتى اليوم لقليك كلمة بالقطاع الخاص المستشفيات عم جالب تتجنب تفوت بالأوفر تايم لأن الأوفر تايم صار مكلف ونحنا ببداية الخطة اللقاحية كنا لاحظين مصاري للي بدون يشتغلوا ودرسناها مع البنك الدولي ولقينينا مخرج مع البنك الدولي لأنه يعطون مصاري للي بدون يشتغلوا باللقاح لسببين السبب الأول حتى نحافظ عليهم السبب الثاني حتى ما يتخلوا عن وجباتهم الأخرى نعطيهم دفع معنى وبالي وثالث شيء في دفع مش بس معنى وبالي كنا بحاجة أنا وإنتي وكنا بحاجة لما تقول إضافي بالأيين ليه؟ لأنه نحنا كنا بعز موجة الكورونا نحنا كنا بدنا كل عامل صحي عم بحارب الكورونا وفي أطب مشغلتهم كورونا مشكورين وممرضات مشغلتهم كورونا وإداريين مشغلتهم كورونا تطوعوا ومالتلاميث كلية الطب تطوعوا كلهم لحتى يوجهوا الكورونا لأنه إذا بدي يأخذون أنا على التلقيح بيكون عمشونهم من وجباتهم الأخرى لذلك كان الاتفاق الأساسي أنه نحنا منعطيهم بيعملوا شغلهم واللي بيشتغلوه بالتلقيح بيخدوه إضافة هالإضافة منيحة لكل واحد فينا لو أنا هلأ بتشغليني دوفر تايم كتير بتعطيني إضافة ما بيزعل وكل العالم فينا عندنا شيء اتشفنا أنه في حدا ما بالوزارة أسقط الإضافة ليه؟ ما بارد لأسباب تتعلق بمعرفة لأنه ما بدوا أن يحطوا داني زيادة على البلد هلأ بيلا أقول ليه؟ هلأ صارت كل مراكز هون صار الداني زيادة على البلد مش بالأمور الأخرى كل المراكز الصحية وأنا مسؤولة عن حكي فيها عم تشتغل بأقل من 40% أو 50% من طاقتها أقل من 40% أو 50% من طاقتها الحقيقية ليه؟ لأنه لأنه هي عندها قدرة وأنا بسمي مراكز كتير بديش فوت بالتسمية مراكز كتير فيها تعمل 2000 بالنهار عم تعمل 500 و700 و800 بس لأنه شكوى عند الناس من مناطق محددة أنه في بطء كبير بعمليات الحصول على اللقاح البطء ليه؟ لأنه كمية اللقاحات قليلة هلأ لذلك يلي صار أنه لأنه كمية اللقاحات قليلة هذه المراكز نقال لأنه ما تشتغل كتير تشتغلي على مهلك والمراكز هايدي صارت مثلا تشتغل أربع ساعات خمس ساعات حتى ما تتكلف هي أوفر تايم لأنه ما في حدا عم عودها الأوفر تايم أساسا هي عم تقدم موظفينه مجانا يعني إذا كان القطاع خاص مشكورة بدنا نشكورها بأنه واجبيطة للطبية لكن مشكورة وإن كانت قطاع عام كمان مشكورة كمان عم تقدم موظفينها تطوعا يعني ما فيها تجبرهم يعملوا أوفر تايم؟ لا تعملوا أوفر تايم بالأنه بدأ تعطيهم مصاري والعالم كله عم تهرب من الأوفر تايم لأنه ما فيه مصاري وهلا ها ليش عم نفتح لأنه هنوصل له هاي بعد شوى في بعض الخلال ببعض الأمور وصار فيه مثلا يعني اليوم فيه المنصة العالم تفهمها شو هي غلط فيه منصتين فيه منصة المنصة الرئيسية اللي موجودة بالتفتيش المركزي واللي هي برنامج لبناني وحمل أكتر من طاقته ببداية المرحلة لأنه يعني طلوا عليه متأخرا وقالوا له عمال واحد اثنين ثلاثة أربعة وبعت إدعم يعمل شغل لجيد وفيه المنصة يعني فيه المسؤولين اللي بيغزوا المنصة المعلومات واللي بيجوا من وزارة الصحة هن اللي بيبعثوا للمنصة لمن تبعثي فهوني فهمت هوني هنال المواطن لما بيفوتوا بيسجل حاله بيسجل حاله سجل حاله منصة عملت تفتيش المركزي لكن المعلومات من المواطن اللي بيروحت تلقيح بتجي من وزارة الصحة فإذن هوني عم بيصير فيه نوع من هون الخروقات بتتين هون بتتينيش خروقات خلل يعني اليوم مثلا فيه مواطنين بعرف يتلقيحوا بصورة شرعية وعادية رجع جايهم دعوة مرة تانية دعوة وفيه ناس عم يجيهم دعوة للقاح التاني للجرعة التانية وهن بعدهم ما ياخديني الجرعة الاولى اي بيهدوا لاضافة إلى أنه نحن بتوصيتنا العلمية نحن 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 دورنا من أول يوم أنه أنتوا بعد ما صار موضوع المجلس النياب الكريم ونحن اعترضنا وأنه نحن من فضل ما يكون فيه أولويات وكذا قالوا أنه أنه أنتوا دوركم استشاري فصلنا نحن نعطيهم التوصيت مثلا فيه توصيتنا شعني دوركم استشاري يعني بمعنا أنه نحن 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 نحط يعني مثلا له وزارة الصحة مشكورة تمتبعت أن كل هلأ هلأ في ملف أنا وظاهر منهم بدي يمروا حدا من عندي أو ممكن راح يجيبوا من وزارة الصحة بكون في طلبات جاء للوزارة الوزارة بتطلب رأينا العلم فيها تاخد فيه بترجع؟ عادة كانوا عم يخدوا فيه كانوا؟ كانوا عم يخدوا فيه لماذا بطلع؟ وبعضهم عم يخدوا فيه لو وصلنا لأصلة 30 سنة بالأسترازينيكا ايه هاي احنا وصلنا بالأصلة فوجئنا نحنا انه انو وزارة الصحة بعتت تحت 30 سنة بس انت وصفت ان هيدا كان هون يعني قرارات حكومية او اذا بدك لأ انا انا اللي بقوله هو التالي نحنا منقول نحنا توصيتنا ومنصر عليها توصيات حكومية سميتها ايه نحنا توصيتنا كلجنة علمية انو أسترازينيكا من 30 سنة وما فوق ايه هلأ بيطلع واحد بيقراله كلمتين بيقول الـ W-H-O بتقول هيك وكذا منظمة الصحة العالمية مع مزبوط بتقول من 18 وبالطالع لكن منظمة الصحة العالمية تنظر الى الكرة الارضية كلها هي بتعطي توصيات للكرة الارضية كلها بتعطي الاغلى دولي بالعالم والأفأل دولي بالعالم بتعمل لدولي فيها نسبة كورونا تفشي عادي ودولة حدد سكان بالهدول مناطق نائية مناطق قريبة نحنا لنا حق ان نأخذ نحنا لشو حطين لكان لجنة لجنة علمية واستشارية ومتطوعة وعم تدرس ملفات وكل هيدا بدون اوور تايم كمان بدون كلها متطوعة انا بدون اشكر حقيقا يمكن انا اللي طلع لي حقي من الناس لانو بيشوفوني لكن حقيقا في جهد كبير في جنود بزهولية وشي مرة لا بدون انا يمكن لازم ينزكر قسميهم بالحقيقا اطبه ومبارح كان في اجتماع بالليل وكل ليلي وهلأ انا وجاي كمان زودوني بل كي بنعمل حلقة كمان بس نسيب بس نقود قاعدة جماعية من نحكي فيها حقيقا كان في توصية واضحة انه نحنا لما وزارة الصحة تمنيت انه نحنا بدنا نوصل للقطاع العام بسرعة والإعلامي وكذا درسنا عملنا التوصيات اخذنا اقرب شي واكتر ناس استخدموا الاسترازينيكا هن البريطانيين قلنا بناخد توصيات البريطانية اللي هي 30 سنة وما فوق هن اللي عاملين اللقاح وهن اللي اخدوه وهن اللي اخدوه وهن اكتر ناس استعملوا وهن صار عندهم اكبر خبرة فيه قلنا بناخد توصيتهم بكل شي بكيفية استخدامه بالأعمار اللي استخدامه دع سمح الله بالاختلاطات المساطر بالعوالد اللي يصارت ايه المسارت وكيف بتعالجها وكيف كذا اضافة الى اللي عملوه الامريكين لانه كمان وقعوا بمشكلة جونسون انت جونسون الشبيهة فيه نفس الشي بالله فإذا بيان انه تحت تلتين انه نحنا الاختلاط هو نادر حتى ما حدا ينغش يعني اذا انت برجع بقول لكل عالم حتى ما حدا يفهم الحديث غلط اللقاح احسن من اي من لا لقاح واي لقاح احسن من عدم اللقاح واللقاح بأي عمر احسن من عدم اللقاح لكن طالما انت عندك لما بتشوفي بسموه بتشوفي تصنيف الخطورة وتقييمه بيطلع عندك انه في ثلاثين سنو بتطالع هالنسبة اللي هي اساسا نادرة اللي بتكوري ثمانة بالمنيون تقريبا او شي بتصير اربعة بالمنيون بتصير تلك سرعة النصية بتصير اندر وكل ما طلعتي بالمنصة هو العمري كل ما نزلت النسبة بتصير النسبة طب فإذا ان احنا بما انه عندنا خيارات تاني نحن لسنا بحاجة الى النزل مش مضطرين مش مضطرين لو ما فيش عندنا الا الا الاسترازينيكا اي ساعتا كان خيار اخر ساعتا كان خيار اخر لذلك ان احنا مرجع منقول واصررينا ووجهنا كتابه وللأسف لهلا المنصة ما صلحت الخطأ اللي عملته عم تاخد تحت ثلاثين عم تاتي استرازينيكا بعطتهم للناس وتركتهم لانه كل واحد يقرر على زوء وذلك انه عم يطلب من المغاطين انه انت سمعت رأي اللجنة العلمية بالاعلام ونحن بعطنا لك وعليك ان تقرر وعليك ان تقرر انا برأيي بهالأمور بس بالوقت اللي عم تقول له انه ما في امكانية انت تحصل على لقاح اخر انا برأيي هوني ما سهلوا له امكانية الحصول على رقاح اخر يعني لانه الايلية بعدها ما تزبطت وللأسف هاي دي كمان احد نقاط المشكل لانه ليك اليوم بس انا على اي اساس ما اخدوا بعين الاعتبار التوسي تعيتهم يعني هلا احنا حتى ما نستهدف بس الاسترازيليكا اللي بتعرف انه انا كنت من الناس اللي عم شجع على استخدامها شجعتنا واللي بده اقول له لا وهو لقاح ممتاز جدا لكن احنا بدنا نحسن استخدامه نفس الشير فايزر مين قال الفايزر خالي من العيوب لا اكيد ايه لذلك نحنا كمان في مفروض الايلية لما نحنا حتى كحكمة وانا احيانا كحكيم بكتب تقرير وبيبعتوه واللي ما احدا بيطلع فيه واذا طلعوا بالليش نعم بيبعتوه كحكيم هلا ما ببعتوه بصفتي كعكم ببعتوه كخصائي انه هيدا الزلمي عنده مثلا صار معه اختلاط بالجرعة الاولى بالفايزر بتمنى لكم تنقلونا على الاسترازيليكا ما بصير كمان ليه لانه كله عم يعلق بشي بيسموه ببطل نك يعني بعنو الزجاجة يعني كل شي هدا اللي بتشوفيه الـ 12-14 والكزا اللي عم يعمل شغل جهود مشكور رغم انه العالم شوية بتتأخر لكن عن جد في شغل كبير رغم انه في كتير اوقات ما ما حدا بردع التلاب بس عن جد عم يعملوا شغل كبير اوكي والمنصة والايميلات اللي انبعتت عحيانا عم توصل كلها لعنو الزجاجة واحد بالوزارة هل عنو الزجاجة واحد خلص بالوزارة هل عنو الزجاجة بالواحد بالوزارة هدا عم بصير في علي ضغط اكتر يعني ما في رجال توسعة هذا العمر رفع ليكي يعني هذا السؤال هون كان مفروض يكون فيه هون مفروض يكون فيه يعني لجان اخرى بالوزارة بتحب تستعين بلجنة من رئيسة الحكومة بلجنة من وزارة الداخلية بلجنة من الوزارة من التربية تقعد تعمل تعمل مفروض فيهم انو يبلشوا يسيسروا امور العالم يعني سيسرت امور الناس انو انا اليوم انا تحت 30 سنة بدي اخد استرازينيكا اخده صحتان على قلبك وان شاء الله ما فيه مشكلة وبالاكتر ملاح يكون فيه مشكلة بس اذا انا ما بدي اخده بدي ابعت بدي اتبع التعليمات اللي اللي انعطت ولكن يجب ان يكون ايه لي حق التغيير او اذا طبيبي قال لي مثلا انت الفايزر ما بسويلك بعد اذا لازم تاخد استرازينيكا ايه لي حق التغيير وانا مرع علي كازا مريض طلب التغيير من الفايزر لا استرازينيكا يعني بتصير لأنه ما فيه ما فيه لقاح أحسن من لقاح يعني ما فيه لقاح خالي من أي عوارد جانبية أو ما فيه لقاح حسن من لقاح فيه فيه لقاحات تستخدم بطريقة تجعل منا استخدامه أحسن شي ممكن شو يعني؟ يعني بمعنى نحن يعني نحن كالجنة علمية منجرب نحط توصيات لنجعل بالأخباء الآخر ما فيه شي أمين مية بالمية لكن نحن كالجنة علمية شغلنا نحن نطلع على ثلاث نقاط الفاعلية الأمان والإسراع في التلقيح يعني لكن الإسراع في التلقيح لا يجب أن يكون على حساب الفاعلية والأمان والفاعلية والأمان لعننا نحن بنفس بنفس الإيمي اللقاح الصيني فعل أمين لحد منيح لكن ما أنه فعل بالأعمار المتقدمين أقل فاعلية صحيح بل لذلك ما تدوق بالصغار ويمشين نحن شجعنا دخوله على الجيش والقوة المسلحة وكان تمنياتنا بالخطة الأساسية اللي نحطت للإعلاميين أنه ثلاثين سنة وما فوق أسترازينيكا ثلاثين سنة وما دون بيروحوا على اللقاح الصيني على اللقاح الصيني الآن التفسير اللي أعطي لألنا أنه نحن لما نبعثنا أسام الإعلاميين والأساتزي ما تم التمييز بالعمر جرب يحطوها بخلل بتنفيذ المنصة ما بعرف قديل الصحيح خلينا هلأ إذا نحن نتأمل هناخد حسن النيه نحن لا وأكيد حسن ليه يعني ما حدا عنده سوء نية لذلك نحن نتأمل أنه هالوضوع يكون شو سوء تصرف سوء تنفيذ سوء شو لا خليه يتحسن والمواطني اللي أخذ الأسترازينيكا صحتان عالبه وإن شاء الله وأكيد ما لح يسمعوا شيء لأنه في دول كتير بمارح فرنسا مثلا حددت فئات الشباب لا والنساء لا ليه النساء تحديدا يعني لأنه لقوا بالاختلاطات شوية بالنساء صارت أكتر شوية من الرجال وبعتقد لأنه إليه علاقة أنه كتير بفرنسا بيستعمل حبوب منح حمل أكتر اللي هي بتعمل تجلطات اللي هي أساسا بتعمل تجلطات أكتر من الأسترازينيكا صحيح فإذا الأسترازينيكا لقاح ممتاز وفعال ومفيد للبنان لأنه لقاح ستيبل مستقر يعني فيك تحت تطلع في عندك منطقة أخي بعيدة ومعندها إمكانيات تتسجل يعني فيك تطلع إلي عندها وطلع إليها أسترازينيكا وتسعديها هونيكي شرط تعرف كيف تستعمليه مية بالمية في محلات تانية لازم تستعمليهم بس فايزر شرط تعرف كيف تستعمليه مية بالمية يعني كيفية الاستعمال وتمع أنت عم بتقول هي كمان أساسية أساسية بالله هدو ليه لأنه إحنا بشان هيك قبلنا بالتنوع اللقاحي وهلأ أنا ظاهر من عندك بعد شوية وعننا اجتماع على الزوم لدراسة ملفين لقاحين جديد مطرحين على السوق هلأ بلبنان لدراستهم وهنا واحد منهم شو سبوتنيك لايت واحد منهم سبوتنيك لايت واحد منهم كمان لقاح صيني جديد سب يونيت اللي هندرسه ونطلب معلومات زيادة يعني ونحنا بنتعامل مع كل شي بإيجابية يعني بشارة إيجابية علمية بعيدا عن مين بدو يجيبو منه يعني اليوم لما هلأ قالولي في سبوتنيك في مثلا عم ينعطب السياسي نحنا من هالنين مشكلة ما عنا مشكلة نحنا مع سبوتنيك في نعطب السياسي بالخيري أو بالتجاري شارط أن يكون تجاري مؤسساتي مش تجاري للناس اللي معها مصاري يعني تجاري مؤسساتي فإذا أي نسبة تلقيح بترفعيها نحنا معها نحنا معها وبالتالي إذا كان في مجال القطاع الخاص أو القطاع الخيري أو القطاع السياسي بدون يحبوا يعملوا اللقاحات بها المبدأ أهلا وسهلا وأنا برأيي اليوم اللقاح بأهمية الخبز أو الأكل والشرب أو بأهمية الدوع لأنه هو أساسي صار بحياتنا لأنه هو أساسي طيب بس بالفترات يعني اليوم اللي عم ياخدوا أسترازينيكا بعد ثلاثة شهر ليه بعد ثلاثة شهر جرعة الثانية؟ لأنه أول شيء اكتشفنا أن الجرعة الأولى عندها حماية جيدة مش ضد الأعلى المرض نفسه وعندها حماية جيدة نسبية ضد المرض لكن عندها حماية جيدة ضد المرض الشديد طيب الحماية جيدة جاي منها واتشفنا أنه بعد ثلاثة شهر إذا عطيتيه من ثلاثة شهر يعني بـ 12 أسبوع وحتى يمكن أكتر شوي بتصير نسبة الحماية أعلى يعني بالجروبات اللي اندرست مثلا إذا عطيتيه على 8 أسبوع الحماية هي 75% إذا عطيتيه على 12 أسبوع بتتير 78% يعني ترتفع فإذا هيك بيعطيك هي مش تلقيحي أوسع وما حدا يستقل بالتجربة البريطانية التجربة البريطانية عطوا لقاحات بالأول شريعة واسعة وبعدها فكروا بالدوز الثاني السعوديين هم يعملون نفس الطريقة وهلأ صاروا مرتاحين نسبياً يعني أنك عم تقول أنه الفترة الفاصلة عن الجرعة الأولى والجرعة الثانية الأساس فيها اليوم أنه ناخد الجرعة الأولى الجرعة الأولى بتأملنا حماية نسبيية وندلنا حميل حالنا تمام ضلنا أخذين الإجراءات الثانية بتعطينا حماية أطول أو أفضل وبتسمح لنا نعطي لقاحات هامش أوسع من أعطاء اللقاحات وبتخفف الضغط عن النظام الصحي هلأ نفس الشيء فايزر صار ست أسابيع ست أسابيع فلذلك قلنينهم ست أسابيع لحد الأقصى بتحبوا تعطوه خمسة خمس ونوص ستة إلى يومين أربعين يوم بالبناسب بالمهم أنه نحن نضب ليه لأنه بدنا نضبطه على قد الكميات اللي عم تجيه ماذا عن الكميات؟ يعني اليوم نحنا لأنه نقال أنه هيدا الشهر قد نكون أمام تخفيف العدد الكميات لفايزر بالأساس الاتفاق مع فايزر بين وزارة صحة بالفايزر هيدا الشهر أقل من الشهر السابق شرط أنه الشهر القادم بيكون أكتر بكتير هلأ الشهر القادم أكتر بكتير في قدامه للوزارة اثنين سيناريو السيناريو الأول أنه ياخدوا هالمراكز اللي موجودة بكل الوطن اللبناني في تلاتة وثلاثين مركز للفايزر وخمسة وعشرين مركز للأسترازينيكا وفي عدد من مراكز معينة يعني ممكن يوصلوا بالعزن لثمانة للروسي وفي مركز واحد هلأ للصيني ياخدوا هالمراكز كلها هيدا اللي هي تشرب كل الوزارة وفيه يزيدوا عددها ويخلوا الكباسيتي تبعها أكبر ويجوا لعندها ويقولوا شو بديك لحتى تشتغلي أكتر يعني أنا بستغرب بمرو أحد أحد المستشفيات الكبرى أو أية بروح بساعة تنتيم القيم ووقفوا خلص الوقت مبارعة 12 بعض المستشفيات في حين أنه إحنا فينا نشطل للستة برياحة وناخد يعني أكبر عدد ممكن وما فينا نتسلى هذا عيد وهذا مش عيد وهذا بالعكس أنا براقي العيد بمناسبة للعالم تجي تطعم صحيح بالقليل تحصنا لأنه أكيد أكيد حيصير في مخالطة هذا السيناريو السيناريو التاني في خطة كان حطيتها بعتقد الوزير السابق يعقوب صراف كان عم يحكي فيها حكا معي مرة بزمان فيها وهلأ يمكن في المزارة عم تتجنب عم تحول تتمنىها أو تاخد فيها أنه يعملوا معسكرات تمنيعية يعني بمعنى أنه يعملوا مثل مخيمات للتلقيح يطلعوا فيها على المناطق الهدولة هذه كمان فكرة قابلة خاصة أنه هلأ التأثري بساعد لكن هذه مشكلتها أنه بدأ بنا تحتية بدأ كلفة هذه الكلفة هلأ عم يجربوا يخدوها بالمساعدة مع المؤسسات الأجنبية والضامنة وكذا كمان هذه إلى حسناتها وإلى سيئاتها الكلفة بما يتعلق بموضوع حفظ اللقاح لا لا ما فيك أنت تعمني مخيم تلقيحي بدون بنا تحتية عم تعطي دواء عم تجيبي مريد مريد ترتاحي هذا صار معه حساسية صار معه شيء ما تنسين إحنا حتى هذه اللحظة كنا عم نلقيح بالمستشفيات أو بالمراكز بالمراكز الصحية بالنسبة الكبيرة طيب سجلنا نحن اليوم يعني أنتو كالجنة وصلت لكم العوارد الجنبية اللي سجلتها كل اللقاحات اللي صارت شو أبرز إذا بدك العوارد اللي صارت وسجلنا حالات وفاة دكتور خليني إليك أول شي في اسم اسمه فرماكو فيجيلانس بالعربي اسمه التيقز الدوائي ايه اسمه التيقز الدوائي الوزارة عندها الدبارتمنت فيه في اتفاق مع الجامعة اللبنانية ومعنى هني باللجنة إضافة لأنه يعني الوزارة دعمتهم وهلأ كمان بوزارة الصحة مشكورة شكلت لجنة لبحث يعني حالات الاختلاطات اللي بتصير لأنه نحنا كمان كالجنة وطنية بهمنا نشوف تقييم يعني تقييم الاختلاطات يعني ايه نحنا نطلب نروح نشوف نحنا الاختلاط لكن نحنا ما فينا نعمل كل شيء لأنه يكون في تقييم الاختلاطات عنا تقرير بالاختلاطات عنا تقرير ويفي صار عن الفايزر والاختلاطاتنا شبيهة باللي صارت بالعالم يعني صداع ووشع بالعضال الآلام كذا سجلنا حالات تجلط يمكن الحديث عنها وعنا هذي اختلاطات بتسميها نحنا يعني لا تستحق التقييم أكتر وفي اختلاطات استحقت التقييم وتم ما يسمى الافراج عنها يعني انه مثلا اضطر المريض روح على المستشفى بسبب الاختلاط يعني شو صار عنده ضيق تنفس مثلا ده نفروس أو شيء أو حسب تنميل مثلا او حس ايد مثلا صارت ضعفة شوي أو شيء كذلك كله معظمون هولي كمان عجب ما يسمى التقييم النهائي عنيون انه ماشي حالون يعني ما به هذولي وفي بعض اختلاطات مش مره بنعمل جلسة خاصة فيها بتكون خلاص الدراستها عم ندروسها ما سجلنا حالات وفاة بعيدة الموضوع يعني شو نعرف ممكن عم نظلم اذا سجلنا وعم نظلم اذا ما سجلنا فعليا نحن انت لما بلشت بشريح عمره تسعين سنة وبالطالع يعني انت اذا عمت احتي مئة الف واحد بهالعمر يعني ممكن يكون حدا ميت منه لانه احتمال الوفاة عالي او كذا بشان هيك خلينا نشوف نحن كل وفاة صارت لعند واحد اخذ الطعم سواء الا علاقة بالطعم ولا لا عم يتم تقييمه بالفئات العمرية الاقل مشان ما نحصلها بالموضوع بالفئات العمرية الاقل صار في بعض الاختلاطات اللي معينة اللي ممكن تكون ناتجة عن اللقاح ممكن تكون ناتجة عن شي تاني ما له علاقة باللقاح بس يعني هيدا المريض كان عنده اي او مش واضح او انكشف لذلك كلهم هولي عم يتم تقييمه جدي ونحن نكون شفافين قدمة فينا بازهار نتائجه بعض حالات الحساسية اللي ظهرت او حتى حالات غريبة فينا نقول مثل في حدا جلده كله اشار مثلا هيدا بتصير احنا نسميها بالطب هيدا ستيفنس جونسون يعني هيدا بتصير مع هيدا التفاعلات الدوائية صحيحة بتصير مش بحث مع اللقاح بتصير مع الدواء مثلا مثل هولي هنا هيدا احد المرضى اللي احد الاشخاص اللي مثلا انا مثلا طلبت وقلت لهم بليزوا نقولوا لي ايا من الفايزر للأسترازينيكا يعني هيدا مثلا طلبت نقله من الفايزر للأسترازينيكا بعدها لما اجي جواب مثلا سجل عم تكون حالة وفاة بحسب بعض الاتصالات اللي عم توردنا انه صار في حالة وفاة بالامس انا ما بتبنى يعني بحسب ما نقل بسابق بعد الاخذ اللقاح الأسترازينيكا سجل تاريخ حالة بتبلغنا عن حالة بدنا عم تتأكد منا وانا انا بالمفوضة عندي ما بنعرف يعني بعد عمشان ما نقول ايه علاقة باللقاح ولا لا وطلبنا من الدكتورة ريتا كرم انه تحقق فيها بسرعة ونحطكم بالجو اذا كانت مرتبطة ولا مش مرتبطة يعني بعد ما عنا اجابة بهذا الموضوع حاسمي نقول انه بسبب اللقاح او بالحاسم وهم يتزال幾عض يعني لي كلمين احنا ما علشها خلينا نحكي بالاهم أخيجي مليون سنمي هون ومليون سنمي هون مليون سنمي عنده اللقاح مليون سنمي عنده اللقاح بتلاقي بعض الاختلاطات اللي عم تشوفيها باللقاح عم تشوفيها بالنسبة shee بمهم ولا ايه لاي لأ لانو Definitely يقول انا اليوم طيب انا اليومishna أنا مستهدف أنه يوصل للخمس ملايين أو ست ملايين مواطن بلبنان أو خمس ملايين مواطن بلبنان. طب خمس ملايين مواطن أكيد 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 فيه ناس حيصير رشيد. حنسجل. فيه ناس حتفوت عن مستشفى. فيه ناس حتموت فيه ناس حتتعيش بالهدواني. مثل إذا عررت اليوم خذ مليون لبنان عم يسوقوا السيارة شو بيصير. مثل أي دوا بالعالم. مثل حتى مش دوا مثل أي شيء تاني بيصير بالدنيا. فإذا يعني لأن الإختلاط والمرض والموت هن جزء من سنة الحيات. فنحن خلينا نشوف أنه هالمجموعة هاي اللي أخدت اللقاح هل يا تورا صار عندها مثلا بنسبة إحصائية أهم هذا الإختلاط. إذا كان عندنا بنسبة إحصائية أهم هذا الإختلاط سأعطى بنربط هذا الإختلاط باللقاح. إذا ربطنا هذا الإختلاط باللقاح من ننزل ننزل أصغر هيك من حقيقنا نحنا. ننزل أصغر شو هي؟ هل يا تورا هالمجموعة كان فيها قاسم مشترك ولا لا؟ ممكن يكون قاسم عمري يعني ممكن يكون قاسم جندري يعني لساء أو رجال أو عمر ممكن يكون قاسم مرض مشترك أو دوا بيخدوه. يعني يعني هون بيصالة ساعتها منقول نحنا بنعطي توصية إنه يا عم اللي بيعندو هالشغل ما ياخد هاللقاح. أو هيدا يعني اللي بياخد دوا بهذا. أو عم ياخد هالدوا مستحسن ما ياخد هيدا. بس هيدا كمان خاضعة لوقت. لا عم بتصير بسرعة يعني بسرعة. نحنا مش بس عم نعملها لحالنا كمان عم نستفيد من عم نعمل برة. وعم بصير فيه تبلاغ أو إبلاغ عن الحالات بشكل سريع. إبلاغ إبلاغ حتى منبلغ حتى منبلغ الشركة نفسها. لا لا كناس عم بحكي يعني اللي عم يطلقوا الجرع عم يتفاعلوا. اللي عم يتواصلوا معهم واللي عم يبلغ حكيمه حكيمه عم يبلغ. أول عم يبلغ المنصة أو عم يبلغ 12-14 عم يبلغ مركز التلقيح. أول معلومات اللي عم تصلنا يعني أنا تقريبا يومية بطلب من حدا أنه يروح يستفسر عن حدا. لأنه كمان في معلومات خاطئ إذا بدك أو نوع من الأشياء اللي بتصير مثل نوع إشاعات. خصوصا أنه في عنصر ثقة شوي مفقودة عند المواطن اللبناني ومفهوم يمكن بمطرح من المطارح. ولكن فيما يتعلق بلقاح الأسترازينيكا تحديدا أو اللقاحات الأخرى. كأنه الناس مرتاحة أكتر للفايزر من مرتاحة لباقي اللقاحات. هيدا شو خاذا لماذا؟ إذا بدي ذكري أنه إذا ذكرت قبل ما نبلش بعملة حملة اللقاحات كانوا أكتر شيء نس خفاني من الفايزر. فهيدا بيفرجي أنه أحيانا البرسبشن أو ما يعتقده الناس ليس دائما بالضرورة هو الصحيح. يعني هو اللي حيصير. ما في شك أنه إحنا لقاح الأسترازينيكا لقاح واسع الاستخدام بالعالم. ولقاح عمل فرجة بالدول التي يستخدم فيها أنه عمل فرق. وأكبر تجربة بريطانيين. صحيح. بس لأنه في دول إذا بدك أخذت قرار بعدم استعماله لفترة معينة. أو أو صنفت بعمريا. ونحن دولي عملنا تصنيفنا. نحن عملنا تصنيفنا العلمي كالجني. ونتأمل أنه يعني هذا اللي صار هلأ ما يرجع يتكرر مرة تانية. يعني منتأمل أنه دنا مشين بالتصنيف العلمي ومشين فيه بهذا النوضوع. هلأ نحن نحترم توجيهات الـ WHO تعليمات. لكن الـ WHO منقدر أنه هي برجع كده مرة تانية. لكل القرى العرضية. وبالتالي نحن إلنا حق من باب قراءاتنا ودراستنا وتواصلاتنا. أنه نحط الرأي والخاص فينا وندفع عنه علميا. باش نحط الرتوكول لأنه أنا وكيل هذا الشركي بيعجبني أكتر من هالشركي. أو بحب الأمريكيين أكتر من الإنجليز والروس أكتر من الصين. يعني نحنا في ناس مرة بالفترة صاروا بودوا يطلقحوا سياسياً بلبنان. أي كمان. يعني أنه بناء أن نحنا. أنه أنه ضد الروس. أنه إذا كاننا رأينا عم نعمل حرب بالمنطقة أو اللعب. أي كمان في ناس عم التلفن لتقول أنه هي من الفئة العمرية من الستين وطلوة. يعني كمان أحد الأشخاص 64 سنة عم بيحاولوا بعد لهلأ ما يعني لما يتم التجاوب معهم عبر المنصة. لكن بالبروتوكول الأساسي من 55 إلى 65 بيأخذوا أسترازينيكا. أسترازينيكا. إذا هو حاطط بأحيانا في ناس للأسف تسمحي لي حكيها الخبرية. في ناس للأسف أحيانا تزاكت على السيستم. هو لا ما أجل دور تعاوله من الأساس. هناك ناس تزاكت على السيستم زادة عدد الأمراض اللي عنديها. فالسيستم صار بدي يحطها بفترة بمرحلة الفايزر. إذا بدي يحطها بمرحلة الفايزر بدي تتأخروا شوية لأنه في قبلها. لذلك نحن كل شيء منقول اللي عنده 55 إلى 65 وما يجرب يتزاكت كثير على السيستم. يعني يحط المعلومات المظبوطة. الأسترازينيكا لقاح ممتاز خاصة بها الفئة العمرية. يعني وبيعطي حماية ممتازة. حتى في دول أوروبية تانية مثل فرنسا وغيره عم تعطي للفئات العمرية الأكبر. للأكبر. للأكبر يعني مطمئنين عليه حتى. بس هون في شيء يعني فيه أنون آخر شيء يعني بيخلي الإنسان هو عنده حرية الاختيار. ما فينا أنه اليوم فيه ناس هي يعني رافضة إذا بدك نفسيا. وهي حاب هي تروح إلى تغيير يعني نوع اللقاح لبقاتي. إذا بديك تخذ تجربة دول بالفرض. إذا بديك تخذ تجربة دول بالعالم. دول بالعالم. خذ اللبنانية اللي كانوا بأوروبا. ببريطانيا أو غيرها. بس فرنسا ما في حدا يلزم المواطن. يعني فيه أنوم. لا ممنوع تخذ. فيك ما تاخذ اللقاح. بس كمان ما فيك تلزمه بلقاح معين. لا تبهي الأقلي كلمة. وصل على المركز التالي. أخذ اللقاح. قال له إمتى برجع. قال له بعد ثلاثة شهور. قال له ليه. قال له لأنه أخذت أسترازينيكا. قال له إمتى برجع. قال له بعد ستة أسابيع. قال له ليه. قال له لأنه أخذت فايزر. يعني عادة معظم الدول بتاعتي ليه. لأنه اختيار اللقاح هي مسؤولية البرنامج. مسؤولية البرنامج. إذا مواطن عنده سبب خاص ليختار اللقاح. ليس لأنه مزاجه بقوله. أو عنده يمكن سبب صحي أو طبيع. سبب صحي. بيبعثوا على البرنامج. والبرنامج بيختاروه. هلأ هون نحن نتمنى. وأنا بعرف أنه في كثير شغل هذي. عن الزجاجة تبع وزارة الصحة. عن جد عم يعملوا شغل كبير. بس خليون أدم فيهم يقدروا يوسعوا بكار هيدا الشغل. يعني هيد عنق الزجاج اللي حدثت عنه يوسع. لأنه عن جد فيه جهد كبير عم يعملونه. وحقيقة فيه موظفين بالوزارة بدي رفعهم القبعة عن جد. لأنه عم يعملوا شغل كثير حلو. بدهم يتوسع هذا لحتى ساعتها المواطن اللي بعث. لأنه في كثير طلبات. وأحيانا بيفرجونا عليها. ما نلزوم. وحقهم يردوها. بدك توعدنا بحلقة مفصلة. وناخد فيها تليفونات واتصالات الناس. لأنه كثير عم يجي تليفونات فيه الكثير من الأسئلة. لأسف وقت انتهى. هلأ تحت الهوى فينا كمان كف الأسئلة. بدي أشكرك دكتور عبد الرحمن. أهلا وسهلا فيك. أتوقف مع فاصل وأصدق بالصحفية توريا عاصي.